اشتركوا في القناة التي لن نتنازل عنها احنا بنقول للمجلس العسكري نحن لك كل التخدير والاحترام ولكن يجب ان يكون هذا الاحترام متبادلا زي ما احنا بتحترمك وتحترمونا واتحققوا مطالبنا اللي احنا بنطالبها بانه بنطالب تغيير النظام الانتخابي بنطالب الغاء حالة الطوارئ بنطالب عزل السياسي اللي بتوع الحزب الوطني هذه المطالب اعتقد انها مطالب ضمير الشعب المصر تقول ايه للناس اللي طيرات السياسية المعظمها اللي ما نزلتش النهار انا مفيش بس يعني انا عندي دلوقتي النهاردة متبلغ ان فيه اربعتاشر تجمع اسلامي وسلفي نازل النهاردة مش كلهم كتلى واحد حضرتك كنت فيه حديث تلفزيوني تقول ان اللحية ليس ملكا احدا طبعا اللحية مش ملكا احد كل الناس كتب ربية ده انها ده يعني مش عايزين تبقى اللحية شكل من اشكال التمييز ابدا اطلاقت نحن المواطنين متساوين على قدم المساواة اللي عايزي رب ده انه يا رب ده انه اللي عايزي يحلق ده انه اللي عايزي يحلق ده انه اللي عايزي يتحقب اللي عايزي يمشي كده زي ما اعاوز احنا في بلد حر دكتور جرشي رشحاك شبكة دقيمة تشرف حضرك على هذا الحديث شكرا 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 شكرا